ذلك تصبب لي إصابة عديد من الأمراض النتيجة للضغط ونتيجة لعدم التمن بس إيش علاقة الماء هنا فارس؟ علاقة الماء بعد ما استوب عندي أمراض أول شيء استوب أصبح عندي ربو الربو نعم وحالة متقدمة فاكتشفوا ذلك في مستشفى الشرطة واحد اسمه الدكتور سيماتيو نعم وجدنا متقدم وفا ما في مجال العلاج فأعطاني بخاخ وقال استخدم هذا البخاخ دائما يعني بيستمر أصبح الجسم يحتاج يمدمن على البخاخ بدأ من استعمل كل 24 ساعة استعمل كل 12 ساعة وتقدر شيء وحتى كل ساعة بتستخدمها وبالضبط نعم وإيش اللي أصبح بذلك بدأ أحس أنه عندما استخدم البخاخ وحس شرعين الجهاز العقلي كله تمدد تشتد نعم فأقول للزوجتي أقول حسن ما طبيعي لأن هذا دوار يأثر علي وفعلا بعد فترة وجيزة اكتشف عندي صدع نصفي وكان فعلا إصابات متكررة وحتى لدرجة سقوط أرضنا من هذا صحة والعافية وبارك الله فيك وأيضا عندي أمراض أخرى لآلام الظهر مستمرة لأن هذه مشكلة كثيرة كثيرة من الذين يقضون وقت العمل كثير طويل أو على كراسي من دون أن يتحرك مثلا بالضبط أستاذ خالد وأيضا نزلت البارد مستمر ما في علاج مهما أتردد من استشفيات الحكومية والخاصة ما في مجاله ثلاثة وشهور إلى سنت وشهور بارد مستمر يعني نزل بارد مستمر وكنت أنت في هذه الأوقات تشرب الماء البارد أو المعتدد؟ وكنت أشرب ماء حرارة الغرفة وليس لا البارد ولا الساخن كيف اكتشفت ذلك؟ طبعا وأنا ناوية لهذا الحصول على الشفاء لمرحوم الوالدة لم أتماكن لما أصبح أنا أستوع عندي أمراض كثيرة تكرر الدواء وتكرر الأمية ونيات إيجاد الشفاء لنفسي لأن أولادي صغار لا أستطيع تربيتهم وأنا في وضع صحيح تداور يوما بعد يوم تغير كل شيء في يوم واحد الحمد لله أقول إلى إلهة من الله سبحانه وتعالى وأستيقظ الصباح الساعة الرابع الفجر وأقول لزوجتي سترين ماذا سيحصل بإذن الله تعالى ما رأيت وما حصل في المنام بقوله تعالى بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له